بحضور قادة وضباط وضباط الصف من قوات الدرك الوطني والحرس الوطني للرحل والقوات المسلحة الكادية تم تسليم القيادة العسكرية رقم خمسة للجنرال عبدالله ديسيرو خلفا للجنرال بردمي أب بكر والذي كان على رأس القيادة على مدار عام هذا وقد رأس المناسبة الجنرال محمد سوقي عيسى النايب الأول لقائد القوات البرية المناسبة جرت بساحة الحرية لمدينة سار وبحضور والي ولاية الشار الأوسط الجنرال عثمان إبراهيم جمعة وبعض المسؤولين الإداريين بالولاية وفي ختام المناسبة جرى عرض عسكري ضم قوات الدرك الوطني والحرس الوطني للرحل والقوات المسلحة الكادية اشتركوا في القناة